السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم حديث الحمدان طالب هندسة قوى كهربائية سنة الثالثة من فريق سبار اليوم رح نحكي عن تخصص هندسة القوى الكهربائية أو ما يسمى بهندسة الطاقة الكهربائية يهتم تخصص القوى الكهربائية بالطاقة وترى توليدها ونقلها بالإضافة إلى تقنية الضغط العالي وتحويل طاقة الدوران الميكانيكية عن طريق المولدات إلى طاقة كهربائية بالإضافة إلى إكساب الطالب المهارات في مجال توليد الطاقة الكهربائية ونقلها بجهود عالية والمحافظة على استقرارية الشبكة الكهربائية والربط مع الشبكات الأخرى يمكن لمهندس القوى الكهربائية العمل في مجالات تمديدات والطاقة ومشريع الطاقة توليد الطاقة الكهربائية والعثور على طرق بديلة لإنتاجها بكميات كبيرة وتكلفة أقل تصميم المولدات الكهربائية والتي تعد قلب نظام القوى الكهربائية يتبع التخصص إلى شعبة الهندسة الكهربائية في نقابة المهندسين يتكون التخصص من 162 ساعة موزعة على 5 سنوات حسب الخطة الدراسية سعر ساعة التنافس 30 دينار وسعر ساعة الموازي 60 دينار تقسم مواد الخطة الدراسية إلى مواد إجبارية واختيارية جامعة ومواد إجبارية واختيارية تخصصية بالإضافة إلى مواد مساندة متخصصية في السنة الدراسية الأولى يبدأ الطالب في دراسة مواد مشتركة مثل تفاضل وتكامل وفيزياء وكيميا عامة وفي السنة الدراسية الثانية يبدأ الطالب في دراسة أساسيات التخصص مثل دوائر الكهربائية والإلكترونيات من السنة الثالثة إلى السنة الخامسة يدرس الطالب تخصصه بتعمق أكبر فيدرس مواد مثل التمديدات وأنظمة النقل والحماية والطاقة المتجددة ومن أهم الدورات التي تساعد على فهم التخصص وتعرف على سوق العمل والتي يطرحها فريق إصباري سنويا دورة الطاقة المتجددة البي فيد الدورة الشاملة في تصميم الأعمال الكهربائية ودورة التمديدات الكهربائية العملية للمزيد من المعلومات والتفاصيل تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي لفريق سواعدين لابنيها وعلى جروب سمافر البوليكيك والسلام عليكم ورحمة الله